اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لنتلز عدس قيف يعطي فيل يشعر باتر أفضل نيرس ومرضة شف طاهي أو طباخ هاسبيتل مستشفى المطلوب منكم تكتبوا الكلمات الجديدة عليكم على دفتر انجليش وتحفظوها بعدين ممكن تتابعوا هذا الفيديو في عندنا هون لغة وقواعد ملاحظة بسيطة كثير لكن مهمة بالنسبة للهاف وهاز في عندي هاز وهاف طبعا هذو بستخدمهن في المبارع التام الفرق بينهم انه الهاز بستخدمها لما الفاعل يكون مفرد اذا المفاعل مفرد بستخدم هاز مفرد مثل عسب المثال هو هي أو هي شي أو أحمد أو غيره هذو لكونهم مفرد فبستخدم محهم هاز اذا بدي اعمل جملة مضارع تم بينما هاف بستخدمها اذا الفاعل جمع أو I أو you جمع مثل we نحن طبعا هاي الجمع فبحكي we have بحكي I have you have أحمد أنت خالد have لأنه أحمد أنت خالد ليس مفرد بالتأكيد أوكي بعد هاي المراجعة للوغة والقواعد نأتي للإكسرسيز number 5 بحكينا read and circle circle ضع دائرة نقرأ ونضع دائرة في عندي هنا slash هذا خط المال slash في قبليه كلمتين في بعديه كلمتين بدي أختار واحدة من هذر الكلمتين اما اللي قبله أو اللي بعده واحدة منهم صحيحة والأخرى خاطئة لكن عشان في عندي تمارين هون بعديه اللي هو تمارين number 6 السادس هو عبارة عن أسئلة متعلقة بالتمارين الخامس فالتمارين الخامس لازم مش بس أن أحل القواعد اللي فيه لا كمان لازم أفهمه عشان لما أروح التمرين البعدي أستطيع أني حله عشان هيك نتبهوا معي مثل ما هو معتاد احنا رح نظل الجملة الجملة بظللها أنا رح أقرأها المطلوب منكم بعد ما أقرأها أنا انتوا توقف الفيديو وتقرأوا انتوا عشان تحسنوا هذه القراءة وبدي ياكوا تحاولوا الترجم الجملة قدر الإمكان بعدين تتابعوا الفيديو حتى تشوفوا أنا كيف رح أترجم هاي الجملة نبدأ بسم الله دير أنت سيهم أنا قرأتها أيشنا مطلب منكم توقف الفيديو تقرأوا بعدين تترجموا بعدين شوفوا ترجمتي أنا ترجمتي أنا لازم تعملوا هيك بكل جملة من غير ما أنا ببهكوا مرة ثانية إذن الترجمة هي كالتالية عزيزتي العم سهم طيب أوكي How are you How are you أوقفوا ترجموا كيف أنت نأتي إلى الجملة التالية I'm with dad at the hospital in Karak أوقفوا اقرأوا ترجموا ثم تابعوا الترجمة كالتالية أنا مع والدي في في أي في ماذا في المستشفى هو الموجود في الكرك أوكي تمام نكمل الآن الجملة التالية we نحن في عنا سين رأينا سين رأينا أوكي we have seen has seen grandpa Faisal ما معناها يترى ترجموا قبلي نحن رأينا أو هون رأينا جدي فيصل طيب جميل الآن السؤال يترى نفسه يترى هل رأينا أحكي have seen ولا has seen الفاعل هو اللي بحدد الفاعل we نحن يترى جمع ولا مفرد أكيد نحن جمع إذن بما أنه جمع راح أستخدم have جمع بدها have عشان هيك راح أحكي have seen وما راح أحكي has seen إذن راح نضع دائرة على have seen أوكي بتصور الآن التمرين صار واضح جدا لكم خليني نكمل he's feeling much better أوقفه ترجمه اقرأه وترجمه ثم تابعه هو يشعر أفضل بكثير ممتاز نأتي إلى الجملة التالية نقرأها بالأول نفهمها بعدين نحلها he has been have been in hospital for two days now خليني أترجمها حاولوا الترجم قبلي أوكي هو كان في المستشفى لمدة يومين الآن صار ليومين في المستشفى الآن هل أختار has been ولا have been إذن اللي بيحدد هو الفاعل الفاعل هي ما معنى هي هو مفرد ولا جمع أكيد حكيته مفرد بما أنه مفرد راح أستخدم معها has أوكي إذن راح أضع دائرة على has been وأترك يلي أو أترك have been نأتي إلى الجملة التالية تبدأ بها he أوكي he has had some breakfast this morning عارفين إيش المطلوب منك الآن توقف الفيديو تقرأوا الجملة اللي بظل بالأصفر وترجموها كلها أو ما بتقدروا منها بعدين تتابعوا الفيديو وبتسمعوا الترجمة مني أوكي أوقف الفيديو ويقرأوا ترجمة المفروض ترجمتوها كالتالي هو تناول هازها تناول بعض الإفطار هذا الصباح آمل إنها ترجمتكم كانت مثل هيك نأتي الآن إلى آخر جملة في هاي الفقرة he isn't very hungry but he ate some bread and cheese بدأترجم ترجموا قبلي بس أشرع كلما ترجموها قبل ما أحكيها هو ليس جائعا جدا لكنه أكل بعض الخبز والجبن أوكي هل ترجمتكم كانت صحيحة نأتي الآن إلى line 10 السطر العاشر the doctors and nurses has been have been very kind أوكي أوقف أوقف الفيديو اقرأوا وترجموا مفروض ترجمتوا كالتالي الأطباء saw saw him this morning and she checked his notes أقرأ مرة ثانية a nurse الجملة راح أحكي راح أحكي حقنة قريبا أعطتوا أعطتوا ولا بدها تعطيه بدها تعطيه أوكي تمام لازم نفهم الجملة بشكل دقيق نأتي الآن إلى الجملة التالية نأتي الآن كان معتها نأتي الآن إلى الجملة التالية طبعا إن شاء الله أنه راح أعطيكو واجب في آخر هذا الفيديو إن شاء الله أني أذكر أن أعطيكو هذا الواجب طيب دواءه وهو تناول شرابا من الماء أوكي طيب تمام إذن Grandpa أخذ المدسين Grandpa has taken his medicine نأتي إلى الجملة التالية طبعا الجملة التالية نركز عليها أكثر لأنه فيها حل فيها حل قواعدي بين أوكي نأتي هنا He haven't seen أو hasn't seen the doctor this morning المعنى كالتالي ترجم قبلي هو لم يرى وكمان هاي لم يرى الطبيب هذا الصباح إذن هو لم يرى الطبيب هذا الصباح طيب يا ترى أحكي He haven't seen أو لا hasn't seen بالتأكيد hasn't seen لم يرى لأن الفاعل هي مفرد نكمل الآن ما يليها أوكي تمام جميل الجملة تقول The doctor is visiting him after lunch المعنى كالتالي ترجم قبلي الطبيب سوف يزوره المضارع المستمر عشان نحكي عن إشيء يحدث الآن ومرات بنستخدم عشان نحكي عن شيء رح يحدث مخطط حدوثه في المستقبل إذن الطبيب سوف يزوره يعني يزور الجد سوف يزوره بعد الغداء أوكي جميل إحنا قربنا نكمل هذا التمرين طبعا في شيء إذا بتحسوا بأنه الفيديو طويل في شوي تمرين على الأغلب على الأغلب أنكم غير متفاعلين مع الفيديو يعني ما بتوقف الفيديو وتقرأ وترجمه إذا عملت هيك رح يكون الفيديو تفاعلي مفيد فما رح تحسوا في الوقت إن شاء الله نأتي الآن and the chefs in the kitchen have cooked أو has cooked some lamb and rice for grandpa's lunch ما المعنى الطها في المطبخ طبخوا ماذا طبخوا بعض اللحم والأرز لي لماذا لغداء جدي طيب جيد الآن نأتي هل نحكي have cooked ولا has cooked بدنا نعرف الفاعل من هو ولا طبخ اللي طبخ الشفس الطها فبنحكي have cooked لأن الطها جمع أوكي نأتي الآن للنهاية هنا I hope you are well best wishes Abraham المعنى أنا آمل أنك بخير جدا بخير آمل أنك بخير أطيب التمنيات Abraham أوكي طيب تمام في واجب اللي هو إنكو تقرؤوا هاي هذا التمرين يعني بعد ما يخصوا الفيديو كله إن شاء الله تقرؤوا هذا التمرين مثل ما قرأنا قبل شوي جملة جملة وكل جملة ترجموها يعني ترجموها جملة بجملة هذا الشيء رح يكون إن شاء الله مفيد جدا لتثبيت نأتي الآن read and circle yes or no التمرين السادس حكينا التمرين السادس ما اعتمد على التمرين الخامس بدي أقرأ الجملة وأشوف هل هي بالفعل حدثت ولا لم تحدث بالتمرين اللي قرأناه مثلاً بحكي لي grandpa faisal is in the hospital in karak grandpa faisal is in the hospital in karak أتوقع أنكم فهمين الجملة فهمينها ولا لا إن شاء الله كونوا فهمينها رح أترجمها بس أبدي أكد ترجموه قبل ما أحكي أنا الجد فيصل في المستشفى في الكاراك طبعاً ياس لأنه هذا الشيء مر معنا هنا حكينا هون في هون موجود إنه في hospital في الكاراك زي ما أنتم شايفين مرت معنا إذن الجواب صحيح فبنحكي yes نأتي إلى تو وانتبه هون he has had some bread and meat for breakfast إذن he has had some bread and meat for breakfast إيش معنتها هو تناول بعض الخبز واللحم للإفطار طيب طبعاً هون إذا لاظرنا إذا من نحط خط رح نحط خط تحت الكاملات المفتاحية في عندي breakfast إفطار أن إفطار أو كان لحم مع خبز نأتي الآن إلى النص هون وندور يا ترى وين في مذكور إيش عن breakfast أوكي هاي breakfast هاي الإفطار أوكي الإفطار رح نقرأ he has had some breakfast this morning طيب he isn't very hungry طيب ما في مشكلة غير جائع but he ate أكل some bread and cheese الإفطار شو كان فيه شو أكل bread خبز وشيز يعني جبن bread وشيز إذن أكل هو جبن هون بيحكي لي 100 لحم على البريكفست لا إذن رح أحكي no كلا في خطأ في مشكلة في هذه الجملة إذن رح أحكي no three هل مواضح كيف حل هذا التمرين هل تقدر توقف الفيديو وتحلوا باقي الجمل لأنفسك وبعدين تابعوا الفيديو حتى تتأكد من حلقه يلي تتحاولوا هذا الإشي وراح تشوفوا إن شاء الله فائدة كبيرة نقرأ the nurse has given him an injection تقدر ترجموها ترجموها الممرضة أعطته حقنة الممرضة أعطته حقنة طبعا واضح إنه أكتر إشي مهم في هاي الجملة إنها nurse أعطته إيش حقنة injection given أعطته حقنة يا ترى هل أعطته حقنة نرجع هون ونشوف إشي في nurse injection أوكي أوكي في عنده هون بدأ الكلام عن nurses عن ممرضات أنا طبعا عشان أستغل الوقت رح أبحث في سرعة a nurse saw him أوكي طيب هون في عندي nurse رأته ممرضة this morning and checked his notes she طيب أها أوكي هي من هي يعني nurse الممرضة will give him an injection لاحظت إيشي هون will give سوف تعطيه والمانت سوف سوف تعطيه يعني هل هي أعطته الحقنة ولا سوف تعطيه أوكي إذن هي لا لسه ما أعطته لم تعطيه إلى الآن لكن سوف تعطيه هون إذن انتبهت الجملة بتحكي إنها nurse أعطته has given طبعا لا هي لم تعطيه هي بدها تعطيه لكن هل أعطته الحقنة حتى الآن كلا لم تعطيه انتبهت الآن إذن في بعض الدقة في الأسئلة الحقيقة نأتي إلى he has taken his medicine he has taken his medicine رح أنا أشرع الكلمة ترجموها قبلية هو أخذ دواءه يترى أخذ الدواء تبعه ولا ما أخذ الدواء خلينا ندور أوكي بتصور إنه مرت هون أيوة grandpa هو اللي هو grandpa has taken his medicine أخذ دواءه إذن نعم بالفعل هو أخذ دواءه عشان هيك رح أضع يس دائرة على يس نعم هو أخذ دواءه نأتي إلى five the doctor has visited him المعنى الطبيب زاره الطبيب زاره يعني زار الجد يترى هالي الطبيب بالفعل زار الجد أنا لما أقرأ بلاقي هون doctor visit فبلاقي إنه the doctor is visiting him after lunch إيش المعنى الطبيب سوف يزوره بعد الغداء زاره ولا لسه ما زاره الحقيقة لسه لم يزوره الجملة هاي بتحكي إنه الطبيب زاره زاره هاللص هو نو كلا لم يزوره هو لسه بده يزوره فبالتالي نأتي إلى six آخر شيء أذكركم قبل ما ناخذ السادسة بأكثر من أمر الأمر الأول إنه إن شاء الله رح يظل في عنا فيديوهات في العطلة الفيديوهات هاي رح إن شاء الله تسهل عليكم الفصل الثاني هي عبارة عن فيديوهات تمهيدية وتحضرية للفصل الثاني عشان هيك ظلكوا تابعوا القناة حتى في العطلة الشتوية ما بالإسفادة وقت وشيء ثاني ياريت إن كنت شاركوا هذا الفيديو والفيديوهات الثانية مع الآخرين ولا تنسوا طبعا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو نأتي إلى السادسة إبراهيم مام هاز كوكت لنتلز بدي أترجم أم إبراهيم هاي الأس الأس الملكية أم إبراهيم إيش ما لها طبخة العدس والأرز لأجل مين الجد فيصل إذن من الطبخ أم إبراهيم هيك هما بيحكوا أم إبراهيم هي إلا طبخة طبخة ماذا عدس لنتلز أو رايز رايز اللي هو الأرز إذا باجي هون أنا بجد أنه الشيفس شو ما لهم كوكت هم اللي طبخوا وكمان طبخوا مش رايز طبخوا لام أوكي إذن في عندي الشيفس اللي طبخوا وليست المام ليست أم إبراهيم إنما الطبخة شيفس إذن هذا إشي بيحكي إنه الجملة هاي للأسف ما راح تكون صحيحة أذكركم لا تنسوا تعمل الواجب الواجب أنكم التمرين الخامس تقرأوا جملة جملة وكل جملة تعملوا على ترجمتها لا تنسوا أنكم تنقلوا هاي الكلمات دفتر إنجليش وتحفظوها وكمان هاي الملاحظة البسيطة آخر شيء بحكي لكم لا تنسوا العجاب في الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر